عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأعلاف ووضع خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأعلاف للاستفادة به في وقت الأزمات في إحداث توازن للأسواق وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمر لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة أعلاف تلبيئة لاحتياجات والمتطلبات السوق لفتا إلى ما يتم بدله من جهود التعامل مع مشكلة النقص في كميات الأعلاف المطلوبة للدواجن والمواشي والأسماك وأشار إلى أهمية الاستفادة من الصوامع واستخدامها في الفترات البينية كمخازن للأعلاف كما طالب بوضع خطة متكاملة في هذا الشأن تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي